أنواع البيئة الغبية 1- بيئة الغبات الاستوائية تقع هذه البيئة بين دائرة عرض 5 درجة شمالا و5 درجة جانوبا في أواصط أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا ويسود البيئة الاستوائية ظروف مناخية ملائمة لنموه الغبات كالأمطار الغزيرة التي يصل معدلها السنوي حوالي 3000 مليمتر والرطوبة العالية والحرارة المرتفعة وذلك لعدة أسباب منها وجود السحب وكثرة الأمطار وكثافة الغبات وضيق اليابس ووفرة المساطحات المائية وتتميز البيئة الاستوائية بأشجارها الضخمة ذات الكثافة العالية والأوراق العرضة التي تمنع وصول أشيعات الشمس إلى أسفل الغابة ولذلك تكثر النباتات المستقلة لتصل إلى الضوء ولذلك تكثر النباتات المتسلقة لتصل إلى الضوء هواءها غير صحي فتنتشر بها المستنقعات وتكثر الحشرات ولها دور في توازن البيئة كما يلي واحد تعمل على توازن المناخ عن طريق تنظيم ذورات الكربون والماء والأوكسجين اثنان تعتبر مخزنا طبيعيا لأعداد كبيرة من أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية التي تقوم عليها كثير من الصناعات ثلاثة تعد مصدرا من مصادر الثروة الطبيعية متجددة في حالة إدارتها بشكل مثالي أنواع الغابات الاستوائية الغابات المغلقة وهي التي يصل ارتفاع أشجارها إلى نحو ستين مترا وتوجد حيث يرتفي معدل الأمطار اثنان الغابات المفتوحة وهي التي يصل ارتفاع أشجارها إلى حوالي عشرون مترا وتوجد في المناطق التي تقل أمطارها عن الغابات المغلقة ثلاثة الغابات التي تعود للنمو بعد قطعها بفعل ما يعرف بالتعاقب الثنوي ومن أهم أنواع أشجارها الاقتصادية المطاط ونخيل الزيت والأبانوس وجوز الهند والكاكاو والموز وأهم حيواناتها القردة والنسانس والأفاعي والطيور وفي المجاري المائية توجد التماسيح وأفراس النهر أما الحيوانات آكلة اللحوم كالأسود والنمور والحيوانات الضخمة الأخرى فلا توجد إلا في أطراف الغابة ويتم في الوقت الحاضر قطع مساحات كبيرة من الغابات الاستوائية لحساب التوسع الزراعي والصناعي والرعوي والتجاري ونظرا لغنى هذه البيئة بأنواع مختلفة من الثمار فالسكانها لا يميلون إلى بدل الجهد للحصول على الأرزاق أثر البيئة الاستوائية في حياة السكان للبيئة الاستوائية أثر واضح على حياة السكان حيث يعتمدون في غذائهم على ثمارها ويوطون أجسامهم بأوراقها بجلود الحيوانات التي يصطادونها أيضا ويسكنون في أكواخ من أقصان الشجر ويشتغلون بجمع الثمار والمطاط وقطع الأخشاب ويبيعون الفائض للتجار والشركات ويستدلون بها بعض أدوات الزينة والمواد الغذائية أما عن أثار السكان في هذه البيئة فقد وقف الإنسان في البداية أمامها عاجزا فلم يستطع إخضاعها إخضاعا تاما رغم غيناها بالمواد الأولية اللازمة للصناعة غير أنه بدأ آخرا في إزالتها من أطرافها وحل محلها زراعة أشجار ومحاصيل ذات قيمة اقتصادية مثل القطن وقصب السكر وغيرها وعمل التقدم العلمي والتقني على تمهيد الطرق في الغابة ودراسة طب المناطق الحار واكتشف عققير وأمصال لأمراضها 2- بيئة الغابة المتوسطية المعتدلة الدفئة تقع هذه البيئة في المنطقة الواقعة بين دائرتين عرض 30 درجة و40 درجة جمالا جنوب غرب القارات فهي تشمل أقالم حوض البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا وجنوب غرب أفريقيا وجنوب غرب أستراليا وغرب أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تتصف هذه البيئات بمناخ حار جاف صيفا دافئ منطر شتاء وتتألف غاباتها من أشجار دائمة الخضرة كالصنوبر والأرز والسرو والبلوط كما نجد أشجار نفطية لكونها لا تغطي إلا مساحات محدودة مقارنة مع الأشجار دائمة الخضرة وتتعرض غابات هذه البيئة للتراجع والتدهور نتيجة لمؤثرات الإنسان على مر العصور الذي عمل على إزالة مساحات واسعة منها وأحل محلها زراعات الحبوب والقطن والفواكه كالموالح والتين والعنب إلى جانب الزيتون وقد ارتبطت بهذه المحاصيل عدة صناعات مثل استخراج الزيوت وصناعة الصابون وتجفيف وتعليب الفواكه وتقطير الروائه أما حيوانات البيئة المتوسطية فقد قل عددها بسبب تدهور الغابات والصيد الجائر وأكثرها انتشاراً الغزلان والماعز الجبلي والأرانب وبعض أنواع الطيور والزواحف والحشرات ثلاثة بيئة الغابات النفضية تقع هذه البيئة بين دائرة عرض أربعين درجة وستين درجة شمالاً جنوباً قرب القارات يتصف مناخها باعتدال الحرارات صيفاً والبرودة شتاءاً وأمطارها طول العام مع زيادة مع تقوضة في فصل الشتاء وتكون أكثر غزارة على سفوح الجبان وتنفض الأشجار أوراقها في فصل الخريف والشتاء بسبب البرودة الشديدة ثم تنمو في الربيع والصيف أما عن أثر الإنسان في هذه البيئة فقد أزال مساحات واسعة منها واستفاد من خصوبة تربتها في زراعة القمح والبنجر والبطاطس والشوفان والشيلم كما شهد هذا الإقليم نهطة صناعية كبرى أربعة بيئة الغابات المخروطية تقع بيئة الغابات المخروطية بين دائرة عرض أربعين درجة وستين درجة شمالاً وسط القارات وشرقها ومناخها معتدل بارد صيفاً وبارد شتاءاً ولكن أمطارها قليلة وتتساقط الثلوج بصورة كبيرة التي تذوب في الربيع والصيف فتستفيد الأرض من مياهها وقلة البخر في العروض الشمالية يساعد على نمو الغابات التي يصل ارتفاعها إلى نحن أربعين مترا وهي دائمة الخضرة ذات شكل مخروطي وأوراقها إبرية مدببة صلبة تساعدها على مقاومة البرد والثلوج ومن أهم أشجارها الصنوبر والشربين والبتولة والصمغ الأحمر الذي يستخرج منه التربنتينا التي تدخل في صناعة البويات التي تدخل في صناعة البويات وعموماً يتصف هذا الإقليم بانخفاض التنوع الحياتي وسيادة تجمعات الأشجار والشجيرات وبعدم ظهور طبقة سفلية من الأشجار أما التربة فهي في أغلب الأحيان غير سميكة وقاللة الخصوبة بسبب بطء عملية تجوية الصخور وقلة بقايا الأشجار الصنوبرية مما يقلل من كمية المادة العضوية والنترات في التربة وقد كان للبيئة أثر كبير في حياة السكة حيث نجد معظمهم يشتغلون بقطع الأخشاب التي تتميز بجودتها كما يشتغلون بصيد الحيوانات ذات الفراء وإعدادها وتصديرها فهي مورد اقتصادي مهم بالنسبة لهم با بيئات الحشائش واحد بيئة الحشائش المعتدلة الاستيبس تقع بيئة الحشائش المعتدلة بين دائرتين حرط 30 درجة وأربعين درجة شمالا جنوبا داخل القارات وتشمل البرار الأمريكية والسهول العظمى وأراضي الحشائش الجافة والسهول الأوروبية والأفريقية والبنباس في أمريكا الجنوبية تتصف هذه البيئة بمناخ حار صيفا وبارد شتاء أمطارها قليلة تسقط صيفا يتراوح معدلها السنوي ما بين 300 و600 مليمتر ويمكن تمييز مجموعتين من الحشائش في هذه البيئة وهي الحشائش الطويلة التي يزيد ارتفاعها عن 150 سنتيمترا تنتشر المجموعة الأولى في الأراضي الرطبة وتنحصر الثانية في الأراضي الأقل الرطبة ويبلغ ارتفاعها حوالي 90 سنتيمترا ولا تكفي أمطارها للمو الغبات إلا حيث توجد مجاري المياه وتعتبر تربة بيئة الحشائش المعتدلة من الأنواع الخصبة أما الحيوانات السائدة فهي من الأنواع صغيرة الحجم باستثناء بعض الحيوانات الكبيرة أكلة الأعشاب مثل التوري الأمريكي والحصان البري واللامة والياك علاوة على الأغنام والماعز أما الحيوانات أكلة اللحوم فمعظمها صغيرة الحجم مثل ابن عرس والثعلب والذئب وغيرها ترجمة نانسي قنقر